انعقدت جلسة بعنوان صناعة الفن والمحتوى الإبداعي والثقافي في زمن الجائحة ضمن الفعاليات الرئيسية لليوم الثالث لمنتدى شباب العالم وشارك في الجلسة نخبة من المتحدثين من بينهم وزيرة الثقافة إناس عبدالدائي ودارت الجلسة النقاشية حول الآثار السلبية التي تعرضت لها صناعة الفن والثقافة والعملون بها على جميع المستويات بسبب جائحة كورونا وفي ذات السياق ذكرت وزيرة الثقافة أن جائحة كورونا أثرت إيجابيا على المشهد الثقافي المصري على غير العادة حيث خلقت حالة من التحدي للدولة المصرية في قطاع الثقافة مما أدى إلى خلق فرص عظيمة لخلق مبادرات ثقافية متنوعة مثل مبادرة ابدأ حلمك والثقافة بين يديك وإنشاء المسارح المفتوحة والعروض المسرحية المتنقلة